السلام عليكم. ازايكم? اخبار جديدة واخبار مهمة جدا عن فلسطين كالعادة والحقيقة معنا اخبار هامة للغاية. رئيس الامريكي مبارح تالي عالم مفيش اي خطوط حمرة قصاد اسرائيل. انا مش حمد على اسرائيل ولا حعمل اي حاجة لاسرائيل. برغم كده ان تصريح الرئيس الامريكي ده عامل الابان جامد جدا في اسرائيل. مش بس كده تم اختيال مبارح زابط رفيع مستوى. في اسرائيل برضو الموضوع ده عامل مشكلة. السؤال اهم هل فيه هدنة ولا مفيش هدنة? لان كل الطورات بتشير ان مفيش هدنة. بس حصل مبارح زي ما تقول انكلان في المفاوضات. في حاجة حصلت كده غيرت المفاوضات وخلت امريكا بتبص المفاوضات بشكل مختلف. ايه اللي حصل وايه الجديد اللي معنا النهاردة? ممكن يكون مفاجأة بالنسبة لها. عاستعرف حاولك. عشان اقول لك لازم احكي لك القصة من الاول. هو يؤذي اسرائيل اكتر مما هو يساعدها. فالحرب هي عكس كل ما تمثله اسرائيل. واعتقد انها خطأ جسيم. لكني لن اتخلى عن اسرائيل. فالدفاع عنها امر بالغ الاهمية. ولا خطة احمر اريد من خلاله وقف شخنات الاسلحة بالكامل. قبل اكشف الموضوع قبل اكشف لك التفاصيل. كان لنا ولكن احنا معنا راعي قوي جدا محترم جدا. وهو برنامج سماك. من فترة كنت اتكلمت على برنامج اسمه سماك. وده برنامج حسابي وبرنامج بيطور وبيتيح كل الحسابات اللي انت عاوزها في شركتك او محل بتاعك. برنامج سماك هو برنامج يعرف الزبط اللي تحتاجه لإدارة عملك بشكل احترافي. بدون اخطاء. وده طبعا ناتج من خبرة طويلة جدا عمرها اكتر من 40 سنة في السوق السعودي ومنطقة الخليج. الاصدار الحالي من سماك هو الاصدار السادس. واللي تم تصميمه بشكل سهل وآمن وزاكي جدا. وده لوصلهم لعدد ضخم جدا في كتير من دول العالم. من جهات حكومية شركات خاصة عالمية او محلية. وعن تجربة مستوى خدمات ما بعد البيع عندهم عاز اقولك ان هو قوي جدا. وشغال على مدار الساعة كل ايام الاسبوع. والحاجة الجميلة جدا عندهم انك بتعتمد على برنامج جاهز متكامل والربط مع مصلحة الضرائب عشان الفواتير الالكترونية. البرنامج ده بيدعم انشطة كتيرة جدا. مشا ليه نقاط بيع مطاعم تقدر تعمل نسخة تجريبية او تاخد دورة تدريبية كاملة متكاملة مجايا. وتتواصل معهم من خلال الرابط اللي اسفل الفيديو لو حابب تعرف اكتر عن برنامج اسمعك. نخش في الموضوع على طول نخش في الموضوع على طول. ايه جديد اللي معناه النهاردة ممكن يكون مختلف بالنسبة على شكريتك واول مرة هتسمعه فيه ما يخص حرب غزة. رحية انا عاوز احكي لك القصة من اولها هالس عشان تبقى عارف الدنيا مشيت ازاي. مبارح رئيس الامريكي كان المفروض عنده تجمع انتخابي في ولاية جورجيا الامريكية. والحقيقة الراجل راح في تجمع انتخابي كان ضعيف. يعني اه مبارح برضو كان دونالد ترامب موجود في نفس الولاية. وعاوز اقول حضرتك ان تجمع دونالد ترامب كان حاشد. وتجمع جو بايدن كان ضعيف. او ده اللي بيقوله الاعلام الامريكي. جو بايدن لما حضر اه التجمع على الانتخاب بتاعه. وهو واقف يتكلم عن انتخابات ويعمل ايه في سياس امريكا الاربع سنين القادمة لو تولى امريكا اه لولاية رئاسية جديدة. والكلام ده كله طلع احد اه الناس واعد يقول له غزة وانت عملت في غزة والكلام ده كله اطلب او اطلب واقف اطلاق نار. زي ما حركة تشوف كده بزرعة. هي اه الكلام بتاع الراجل ده لازم تعرف ان احنا بنتكلم على انتخابات امريكا. ولازم تعرف ان ده تجمع له انصار جو بايدن يعني الراجل اللي موجود ده هو مش رايح عشان يعارض جو بايدن ده من احد انصار واحد مؤيدين برغم كده بيقول له اعمل زيس فاير و اعمل وقف اطلاقنا الجريب في الموضوع رد جو بايدن نفسه لو تيجي ببص على رد جو بايدن نفسه او رئيس امريكا طلع قال يا جماعة سيبوه انا متفاهم جدا ان هو بيقوله في فعلا بعض الفلسطينيين ماتوا ظلما في الحرب دي. سيما حركة يسمع منه كده بزرعة. فالكلام ده خطير وده يوضح لك ان ملف غزة داخل في الانتخابات الامريكاية. ده بداية القصة. ليه? لان مبارح تم ازاعد لقاء صحفي ولقاء تلفزيوني مع الرئيس الامريكي على قناة اسمها الام اس ان بي سي. الام اس ان بي سي تاني حرجعك للقناة دي دي كان اصلا عليها اعلان للسخرية من جو بايدن وقت خطاب اتحاد الامة الا القاء اصاد الكونغرس في امريكا. ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي الصهاينة بيقول لك لا ده تحول في النبرة ده تحول في التهديد تاني انا مش مؤيد للرئيس الامريكي ومش معاه بس انا بحاول اشرح لصدرتك وجهة النظر عشان الكلمة تم اجتزاقها كل الناس ركزت على ان امريكا مش هتكلم اسرائيل في الاسلحة لأ بس خد بالك من النص التاني من الكلام ان ده عملية رفح هتمسل خارق لعلاقات الامريكية الاسرائيلية مع معناها في عواقب وعلى فكرة المزيع باردو بتاع msnbc سأل جو بايدن وقال له على فكرة انت تتسرب لك كلمة ان انت كنت بتكلم بانت اللي هو نائب ديمقراطي كان راجع من اسرائيل وبيقول لك اضغط على انتانياهو وانت قلت لبانت ده انا قلت لانتانياهو مع معنى الكلمة دي قال له على فكرة ان اعرف نتانياهو بقلي خمسين سنة ده جو بايدن بيقول الموزيع وقال له نتانياهو عارف كويس جدا معنى الكلمة ايه ان احنا هكمت جيزيس ده معناها حوار جاد جدا ومعناها ان الحوار ده هيكون له عواقب كلام جو بايدن حرج جدا في وقت حرج جدا في الانتخابات الامريكاية ما شغالها وحضرك عارف ان هو محتاج او في حاجة للدعم بتاع له بسهيوني كلامه اه تحس كده بيرمي عالجنبين بس كده او كده زي ما الراجل قال انا مش هنقش الاسلحة لازم تعرف ان هو قال اه عملية اه رفع دي مش مقبولة بالنسبة لامريكا طيب ليه في تغير في اه لهكة جو بايدن فيه تغير في لهجة جو بايدن لان هو فشل في ايصال المساعدات في كل حاجة ازاي لازم تعرف ان امريكا قاعدت تقولك الرئيس السيسي مش عارس يفتح المعبر وان اسرائيل عارس يفتح المعبر بس السيسي هو اللي مش عارس يفتح المعبر هو قال كده ماشي طيب ليه امريكا لحد دلوقتي مش عارف اتدخل المساعدات برغم ان الرئيس المصري طلع انبارح وقالك المعبر مفتوح على مضاربه 20 ساعة بس امريكا هي اللي مش عارف اتدخل المساعدات بتاعتها لان اسرائيل هي اللي قفلة مش مصري هي اللي قفلة المعبر مفتوح يعني شكله امريكا دخل انت مساعدات حتضرب اسرائيل هتدخل على مزاكها مش انا قلت لكم من الاول ان احنا في مصر حرصين على ان احنا المعبر يفضل مفتوح 24 ساعة واي فرصة لنا ان احنا يعني المساعدات اللي بيتجيلنا او حتى من عندنا تدخل باي حاجة فامريكا فشلت في احصال المساعدات عن طريق البطر تاني حاجة لما جوم يركو المساعدات عن طريق الجو لازم تتعرف حاجة مهمة جدا ان مبالح كان فيه شحنة مساعدات الطيراء القطعة البراشوت ما تفتحش فوقع عن الناس المسترنية في المساعدات قتل تقريبا خمسة وعلى فكرة جو بايدن برضو في الخطاب قال كده قال انا عندي علم ان فيه ناس قتلوا نتيجة القاء المساعدات فامريكا بتبدي غضبها انها حتى بتعرف تنمي المساعدات ولازم تعرف ان القاء المساعدات عن طريق الجو ده غاني جدا ومش مفيد يعني مش هيغطي شحنة واحدة لو انت امريكا قاعدة طولكي ومساعدات كتيرة جدا عن طريق الجو مش هيوازي شحنة واحدة عن طريق برس فده اللي حصل انبالح جو بايدن دلوقتي ليتكلم على ميناء بحري وقوع تفتكر ان الموضوع ده سهل زي ما قلتها راك الموضوع ده معقد جدا ممكن ياخد شهرين عشان يحصل وموضوع مش سهل تماما بس لو ما تيجي تبص على سير المفاوضات هتلاقي حصل انقلاب في سير المفاوضات ليه؟ فجأة كده على حسب جديد ايه سيز بتقولك يعني ايه؟ يعني تم تكفيف المفاوضات بشكل كبير جدا من قبل مصر وقطر رغبطا للوصول لهدنة امريكا عالجانب الاخر بعتت ويليام بيرنز اللي هو رئيس المخابرات الامريكية راح يتقى برئيس المخابرات السهيونية في الاردن الاتنين قاعدوا مع بعض وقاعدوا يتكلموا ليه مش في مصر؟ لان اسرائيل مش عايز تبعت الوافد بتاعها لمصر لان كان فيه مفاوضات واسرائيل رافض انها ترسل الراجل بتاعها فارسلوه الاردن واعم مع رئيس المخابرات الامريكية رئيس المخابرات الامريكية بيضغط على رئيس المخابرات الاسرائيلية وعاوزين يوقفوا الحرب دي باي شكل كلال الساعات القادمة لان المفروض رمضان بكرة او اقصى تقدير بعد بس خد بالك ان الامريكان نبتدوا يحسبوا شهر رمضان معانا هم والصحينا بيقولك رمضان بكرة فهم شغالين ان رمضان بكرة فبيحاولوا ينجزوا صفقة الهائن دي خلال الساعات بتاعت النهار ده سؤال ليه اسرائيل دلوقتي هتبقى مهتمة بعقد صفقة ده سؤال تاني حاجة ليه تم تكسيف المفاوضات والله يلق اكتر من سبب واسباب مفاجأة بالنسبة لحضرتها اولا لازم تعرف ان تم تكسيف المفاوضات لان قطر غيرت لهاجتها مع حماس تبقى لك بقى من الكلام ده كله عشان الكلام ده ايه حيتحول طلقت صحيفة اسمها قايت لك ان قطر هددت وافد حماس الموجود عندها بالطرد لو ما قدرتوش ان انتوا تضغطوا لاحي السنوار وان انتوا تتفاوضوا او تبقوا يعني مارنين شوية في الوصول لهدنة فلو ما خلصتوش الصفقة دي قطر هتدرت وافد حماس ولو الوافد ده راح اي بلد تاني اسرائيل هتختاله ليه لان تذكرت بقاء حماس على قيد الحياة لدى قطر وعدم قيام اسرائيل باكتيالهم هو ان الوافد ده مسؤول عن المفاوضة اللي موجود عند قطر فاسرائيل بتقربلوش فالوافد ده لو طلع في حتة تانية خلص فقط اهميته والامريكان ممكن يحمهوش زي الاول وممكن يتم اختياله من كبر مخبرات الاسرائيلية او يبقى مستهتف فالموضوع ده عامل المشكلة اللي وفد حماس هو مفروض وفد حماس دلوقتي بيضغط على يحكي السنوار للوصول لهدنة في خلال الساعات دي حاجة تانية حاجة برضو لازم تعرفها ليه قطر عملت كده قطر عملت كده عشان المينة اللي عاوز تعمله امريكا نعم ايه اللي جاب المينة اللي وفد حماس حاجة بسيطة جدا المينة اللي عاوز تعمله امريكا ده لازم تعرف ان هو بمساعدة واحد قاعد في الامارات اسمه محمد دحلان محمد دحلان هو اللي بيخطط للمينة دي بتعمل ازاي هو اللي بينصق مع حماس هو فلسطيني موجود في الامارات وراجل شهير جدا ومعروف جدا والراجل ده هو مسؤول عن عملية بناء المينة فقطر شايفة ان في تنافس وان الامارات هتلعب دور في موضوع السلام وادخال المساعدات فالتنافس ده تنافس شريف على فكرة كل واحد عاوز يبقى هو له ريادة في عملية السلام وإيصال المساعدات الموضوع ده قبل ما المينة تبني لان المينة موضوع معقد فقطر عاوز تخلص الموضوع من عندها ده التطور اللي حصل في المفوضات تاني حاجة امريكا بتضغط على اسرائيل بشكل مختلف ايه هو انا معرفش بس هما بيدغطوا بشكل مختلف شوية عاوزين يصلوا لصفقة رهائن بشكل كبير هل اسرائيل عندها القابلية انها تاخد صفقة رهائن اه عندها قابلية ليه؟ لان انبارح بالنهاردة في مشاكل كتيرة اول حصلت في الجيش الاسرائيلي ايه اول حاجة اول حاجة حصلت في الجيش الاسرائيلي انبارح تم قتل رائد في قوات الكماندوز او قوات خاصة الاسرائيلية عن سقوط بيتار بن داويد ويرحمه الله قائد في الاختياط الذي استقط فيلال الكتال بيشان يونس انا ارسل تعازين لعائلته ولكل جيش الدفاع يحتضن العائلة ده خبر يهز الراجل ده هو ابن خال بسائيل سموتريتش اللي هو وزير المالية السهيون اللي هو متطرف جدا ده ابن خاله مات الراجل ده عنده 42 سنة واسمه اميشار بن داويد وده رائد وكون ان هو يتم اختياله ده حدث جلل لان ده مفروض بقول الحلقة قائد غرفة عليات الكماندوز ده مصروف عليه ملايين عشان يتم تدريب ده يعني ده اللي بيقود الكماندوز كلهم يقع في كمين مبارح في خان يونس ويتم تصفيده ده حدث بالنسبة للجيش الاسرائيلي ما يعديش وعلى فكرة من ساعة ما تم قتل الرجل ده واسرائيل عمالة تقصف خان يونس بشكل بشع بشع وبيكسفوا على فكرة مخيم انه سايرات وبيكسفوا كاماك كتيرة جدا في غزة بشكل مكسف جدا انتقاما لروح الزابط على فكرة هو ما تمش تصفيته الوحدة تم تصفيته مع عدد كبير من وحدات الكماندوز وبيقولوا ان فيه زابط تاني برضو كبير جدا في وحدات الكماندوز برضو في حالة خاطرة وحيموت كده عدد القتلى بتوع الجيش الاسرائيلي بقى خمسمائة تمانية وتمانين ولازم تعرف خمسمائة تمانية وتمانين فيهم رتب عالية اسرائيل مختبرتش ان يموت لها رتب عالية في حرب جزة بلént كان بيموت لها رتب عالية في لبنان مسلا في حروب مفتوحة نما في جزة يموت لها رتب عالية ده محصلش الكمسمائة تمانية وتمانين دول حط عليهم القسرة هتبقى حرب جزة مكلفة جدا مش بس مكلفة عالجانب العسكري لا مكلفة عالجانب سياسي كمان داقل اسرائيل بتادي تنتشرم مشاكل بشكل كبير قوي ليه؟ لازم تعرف حضرتك أن دلوقتي نتانياهو جاله إتمار بن جفير اللي هو وزير الأمن القومي السوريون جال نتانياهو وقال له بص نتانياهو احنا عاوزين نعمل حاجة بسيطة جدا احنا عاوزين نمنع تجميل الحراردين ايه الحراردين دول؟ الحراردين دول اللي هو اليهود المضطرفين او الدينيين المضطرفين هل بص؟ نتانياهو قال له ماشي قضية يهود الحراردين تحظى باهتمام كبير على طاولة السياسيين الاسرائيليين على ضوء الحرب في غزة والتوترات في جبهة الشمال مع لبنان فهؤلاء يرفضون الخدمة العسكرية ويحتاجون بشدة خلاف لغيرهم من المجتمع الاسرائيلي وفي مواجهة هذا الرفض يجري العمل على صياغات قوانين جديدة لإلحاقهم بالخدمة العسكرية على الرغم من اعتراض أحزاب اليمين المتطرف التي تشكل اتلافا حكوميا مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين نتانياهو فلما نتانياهو قال ان هو مش هيجند او شكل كده مش هيصدر امر لتجنيد اليهود المتطرفين في الجيش الاسرائيلي هفضل الله حلالك ان تم اعتراض كبير جدا داخل اوساط السياسية في اسرائيل يا ايرلابيت طلع اتكلم يهود بارد طلع حاجة من نتانياهو نتانياهو في الاخر تراجع عن الفكرة وقالك لأ حيتم تجنيد اليهود المتشددين في الجيش الاسرائيلي انشي بس معايا لما نتانياهو طلع الامر ده انبارح كبير اليهود المتطرفين اللي هو الحكام الاصبر طلع قال ان لو تم تجنيدنا حنقطع كلنا كيهود متطرفين بتذاكر طيران ونمشي برا اسرائيل هلأتعرف يعني يهيه الحكام الاصبر في اسرائيل يمشي برا اسرائيل ده لو معاني سياسية خطيرة جدا ان اسرائيل مش وطن اليهود ان اسرائيل مش هي الملازي الامن اليهود لأ طيب ايه المشيهة لما يتم تجنيد اليهود المتطرفين داخل الجيش الاسرائيلي حاجة بسيطة جدا ان الامر ده بقاله 25 سنة اسرائيل شاعة تنفيزه اصلا كل ما يجوا ناحية اليهود المتطرفين ما يعرفوش يجندوهم يطلع بقى الحكام ده يقعد يهدد وكتاع فقط يترجع عن الفكرة انما دلوقتي ان التانياهو خد امر يعني فروم كانش ياخده ان هو ايه ان هو فتح على نفسه جابها جديدة اليهود المتطرفين يتم تجنيده طيب اليهود المتطرفين دول دول اصلا معزولين عن المجتمع الاسرائيلي ودول على طول بيحبوا يعيشوا مع بعض يتاجروا مع بعض عاملين زي طائفة يعني منفصلة على المجتمع الاسرائيلي يتاجروا مع بعض يتجاوزوا من بعض يخرجوا مع بعض كل حاجة مع بعض ما ينخلطوش مع المجتمع الاسرائيلي فانت دلوقتي بتجيبهم دخلهم جوة الجيش الاسرائيلي ده حدث هيؤدي لتظاهرات كبيرة جدا وانا قلت يا راك ان الحخام الالبر بتاعهم قال لك انا ماشي انا كلنا كده هناخد بعضنا ونمشي فطالع النهاردة وزير الدفاع الصهيوني يلم الموضوع ويقول لك على فكرة احنا مش هناخد القرار ده بتاع تجنيد اليهود المضطرفين ياربع حاجة بقى بس ان يتم موافق عليه من جميع الاحزاب الدينية يعني مش بس اه اعضاء الحكومة لأ وزير الدفاع شارط ان جميع الاحزاب الدينية توافق ما معناه ان هو مش هيتم فاسرائيل من جوه بتقلي تاني حاجة امبارح عاملت مظاهرة كبيرة جدا في شوارع اسرائيل وابتدوا يغلقوا الطرق وابتدوا ان هم يقطعوا الطرق عائلات الاسرع عاوزة الرهائل والضغط على نتناهب اسرائيل من جوه فيها مشاكل كتير سيبك بس من اللي بيحصل وان اسرائيل طالع تقول لك احنا عزمة ما هنكش رفح وكامل عندهم مشاكل تاني حاجة ايهود بارك طالع امبارح وحذر من تسونامي دبلوماسي على اسرائيل ايه تسونامي دبلوماسي قالك خد بالك بقى ان اوروبا بتاعت تنقلب على اسرائيل انت عندك رئيس وزراء اسبانيا طالع قال احنا ممكن نعترف بدولة فلسطينية ده اللي كان بيحذر منه يهب بارك قالك ممكن يتم الاعتراف الدولة فلسطينية ده اول قائد اوروبي يطلع يقول حاجة زي كده بريطانيا بتناقش منع تدفقات الاسلحة الاسرائيل كانت ده مرفوع قضية لمنع تدفق الاسلحة او ارسال الاسلحة الاسرائيل كلام ده خطير جدا العالم ابتدأ انقلب على اسرائيل وده اللي قاله جو بايدن في حديثه وقال ان تانيهو بيدر اسرائيل مش بيفدها لان العالم كله ابتدأ انقلب على اسرائيل وكان في مقالة كاتبها كاتب امريكي بيقولك اكتر حاجة اسرائيل خسرتها في الحرب دي هو قابلها من العالم العالم بقاش قابل اسرائيل وشايفها دولة محتلة بعد ما هي كانت رمز او ملازل امن اليهود اصبحت دولة محتلة وابتدأ للعالم كله يتكلم ماذا الجرائم اللي بيرتكبها الجيش الاسرائيل فدي حاجات خطيرة جدا في الاخر يا رب تنشاه تحضر عليك الموضوع بشكل مبسط ان شاء الله يحصل اه يعني الوصول لصفقة يا رب يعني يا رب هو ده انكلاب في مفاوضات لان حد مبارح كانت في مفاوضات اه مش ماشية ومش هتحصل وفول الناس عملت متشأمة جدا في الاعلام الامريكي النهاردة بيقولك لا في انكلاب وفي تطورات قطيرة هتشوف الدنيا يتمشي ازاي؟ ويا رب ننصر مصر رب ننصر العرب ويا رب ننصر فلسطين يا رب تحية مصر سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يا محروصة بسيف شاطر وصف حارس عليك يا مين ومن فوق السماء السابع حميك يا رب العالمين